بعض الشبهات التي يعني يريدها الحزبيون في نقطة نحن أخليها للنهاية في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عبضة وده واحد من الحزبيين الصغار الذين لا يسوون شيئا وهو كذب ده نمر واحد ونمر اثنين بحرف كلام الله بالجهل كما سيأتيك ان شاء الله بعض اخواننا الأفاضي الجزاء الله خير استدل على عدم جواز معاونة أهل البدع والضلال بما استدل به العلماء وهو قول الله سبحانه وتعالى من صورة الكهف وما كنتم اتخذ المضلين عضدا والكلام ذا ذكر الشيخ ابن عثيمين قالوا استفاد من هذه الآية انه أصحاب أو أهل الأهواء انه ما يعاون ما يعاون هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله قام ده قايشنو قام قال قال يا اخواننا الزول ده بترى الآية من النص لأنه بداية الآية ربنا بقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا وقال ده كلام ابن كثير بعد ذا قال وهو بيتكلم في أخونا الفاضل الشيخ مزمي الحفظه الله ووفقه في مداخلة قديمة قال في قراءة تانية بالفتح يعني وما كنت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام متخذ المضلين عضدا وقال يا اخواننا الكلام ده ما صح لأنه ما اسم موصول بعد ذا الود بيقع من فوق وصولي وفقه وحنجي ليه كلام الذي تضحك منه الثكلة قال وما اسم موصول واسم الموصول قال من الفاض العموم والعام يقبل التخصيص ويقبل الاستثناء وزاته فايت الكلام ده شنو لكن حنجي نشوف هل ما هنا بتاعة موصول قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج معه في الجهاد منافقين واحد قال ليه المنافقين ما معروف قال اوعتقوا لي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عارفهم اخبر بيهم حذيف بن اليمن طيب اول حاجة اخواننا الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا الكلام وهو امام ومتهد وكان يأتي بالدليل الودة الذي يرد به على الشيخ ابن عثيمين ده نمرة واحد نمرة اثنين التفسير ده ليه جهل الولد ده ولانه يعني يريد ان يطير ولما يريش كما كان يقول الشيخ الالباني رحمه الله زيلا الطير ما عقوه متلاريش دار الطير هتقع في الوطن ووقع لانه الكلام ده سبقوا عليه غيره من اهل العلم كالامام الشنقيطي رحمه الله في الجزء الثالث الصفحة رقم الفمتين وعشرين في انه الاية ده تصلح ل الاستدلال بها في هجرة اهل البدع والاهوة و اما قول اما قول انه راجع ابن كثير وانه ابن كثير فسره بانه ربنا عز وجل ما شارك هؤلاء ابليس وذريته او المضلين في خلق سماوة الارض فما في مشكلة صحيح هو ده تفسير الاية لكن العلماء بقولوا انه الاية اذا احتملت اكثر من معنى فانه يحمل عليها جميعا يحمل تحمل الاية على جميع المعانى وده زي شنو ربنا عز وجل قال والذين لا يشهدون الزور بعض العلماء فسروا باعياد المشركين وبعض العلماء فسروه بالغنى وبعض العلماء فسروا بالباطل والاية اخواننا تعم كل هذه المعانى كذلك هذه الاية صحيح انها في بيان ان الله سبحانه وتعالى ما اتخذ هؤلاء المضلين وما شهدوا خلق السماوات والارض حتى يزعموا ان لله عز وجل شريك او كذا او كذا طيب قال الشينقيطي رحمه الله وفي هذه الاية الكريمة التنبيه على ان الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم قال والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب فسبق العثيمين رحمه الله عالم من العلماء وهو الشيخ يعني العلامة الامام محمد الامين الجكني الشينقيطي نمرة ثلاثة اما القراءة الذكر اخونا وشيخنا مزمل وما كنت متخذا المضلين عضضة هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده ذكروا الامام القرطبي انا ما عارف الودة فهموا شنو ولا هو بيقى بيقى قدر العلمة ديل يطاول تطاول زيدا وينكر كلام ذكروا الامام القرطبي رحمه الله انت وادا مش اقرأ وارفع بانطلونك ذاته قبل ما تقرأ المهم فالكلام ده ذكروا الامام القرطبي رحمه الله في التفسير في تفسير تفسير هذه الاية عن ابن خويز منداد ده واحد من العلماء نقل عنه القرطبي ان هناك قراءة اخرى في في الاية وما كنت القراءة الاخرى وهي وما كنت انت يعني يا محمد وده خبر بمعنى النهي يعني لا تتخذ المضلين عضضة فثبت بذلك ان الاستدلال بالآية ده صحيح ما فيه وشكل بعد ذلك قال قال بالله قال يعني يعني فهم ذاته ما فيه طبعا الفهم ده ما اخونا محدين جزاوه الله خير وانما هم هؤلاء العلماء بعد ذلك قال جاب له كبيرة جاب له حاجة كبيرة خلاص قال وما كنت متخذ المضلين عضضة قال ما هنا ما الموصولة وهنا تفيد العموم والعموم يقبل التخصيص والاستثناء وبدأ يفرع والقاعدة بتقول اث أو ثبت العرش ثم شنو ثم انقش طيب نعرف ما الموصولة ولا ما النافية كيف نقوم نعوض بدل ما الموصولة نعوض بدل شنو الذي طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنت متخذ المضلين عضضة هالربنا قال والذي كنت متخذ المضلين عضضة هل ده معنى الآية وبداية الآية ما اشهدتهم خلق السماوات هل ربنا بينفي انه اشهدهم خلق السماوات والأرض ولا ربنا داير يعني يجعل ما هنا باسم الموصول ويكون معنى الآية والذي اشهدتهم خلق السماوات والأرض وكده بيكون يا دوب اثبت انه الناس زي شنو شهدوا خلق السماوات والأرض انت وات ذاته قريت بتاء قريت وين ذاته اللغة العربية قال لا قريك لا سي الفاكر ولا شنو طيب لانه يا اخوانا ما النافية ما النافية دي اتبتجيب عشان تنفي جملة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما الله بغافل عما تعملون دا نفي وأما الموصول زي شنو زي يعني وما آتاكم الرسول فخذوه يعني الذي آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أي والذي نهاكم عنه فانتهو فالود عام الفوقة الود يعني امام من ايمة الدنيا عام الفوقة سيبويه وبيطعن على الكلام الجاباء اخوانا مستندين فوقه على العلمة ويحاول يبطي الفهم العلمة بقاعدة جديدة الله دا كلام ذاته كلام عجيب مرة واحد عرفتها وده زكرني البيت بتاع الشعر اللي بيقول قال حمار الحكيم تومى لو انصفوني كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب فزول يقوم يجب له قاعدة ذاته انت عارف لو اثبتت الفهم ده يلزمك طبعا انا ما بلزمك وما بقولي التكافر لكن يلزمك الكفر لانه والذي اشهدتهم خلق السماوات والارض يعني ربنا بيحلف بالذين اشهدهم خلق السماوات والارض وده تكذيب للقرآن فانت يا ولد لما تقول كلمة اعرف روح اقول تسوفي جمع طيب بعد ذا قام قال ودي شبهة برضو يعني واتكلم عن مسألة الثناء على أهل البدع وموضوع تكريم الصوفية هو براه قال كده قال نمسك مسألة الثناء على أهل البدع وموضوع تكريم الصوفية قالوا انا بنقول كلام وبعد ذا قبروا دعلي قالوا انتو بيتكرموا الصوفية يعني يا اخواننا بينقموا على الحزبيين انهم بيكرموا الصوفية قال انا يا اخواننا لو جيت الديت الصوفية كرمتهم في حاجة هل معناها انا قلت انا قلت ليه دعاء غير الله جائز اذا في فرق بين الثناء على الشخص وتكريمه والثناء على بدعته ادلل ليه قال انا انتظرت طبعا اجيب الدليل لا الليلة ما اجيب الدليل قال الالباني في سلسلة الهدى والنور اثنى على ابن حجر هل نقول الشيخ الالباني يقول بكل اقوال ابن حجر لمجرد انه اثنى عليه طيب اول حاجة هو اعترف بانه كرم الصوفية دي اول حاجة اعترف بها لانه قال لو اديت الصوفية كرمتهم في حاجة هل معناها قلت انه دعاء غير الله جاهز جاهز طيب نشوف حكم الثناء على اهل البدع والضلال عندنا مجموع فتاة ابن تيمية المجلد الثاني الصفحة 132 لما اتكلم عن طائفة الاتحادية والاتحادية دي لهم الصوفية ذات ولو طبعا فيها انصار صنة غالط انه ما يهم الصوفية حنقول نجيب ليك كتاب الفيوضات الربانية ونجيب ليك كلام يعني الختمية في كتاب النور البراق وغير من الكتب طيب قال ابن تيمية قال ويجب عقوبة كل من انتسب اليه او ذب عنهم دي قيد دافع عنهم او اثنى عليهم زي ما بيثنوا شيوخك على الصوفية وعلى جميع اهل البدع وزي ما اثنى شيخك نائب رئيس الجماعة بالسودان محمد اللمين اسماعيل على صيد قطب وعلى عبد الحي يوسف وعلى غيره عرفتها ابن تيمية قال لك ويجب عقوبة كل من انتسب اليهم وانا طبعا ماذا يعني امرك معاك لكلام بتاع هتر ويقول لك ارخي جسمك ويجيب الصوت واجلدك وكده طيب لان ابن تيمية قال تجيب عقوبتك ما اقول تانا قال او اثنى عليهم او عظم كتبهم زي حمد اللمين عظم كتاب الضلال او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم هرايك شنو في كلام ابن تيمية قال الزول العرفو انه بساعدهم او يعاونهم يعاقبوا مفروض انت تتنجلي يرفت وترخي جسمك طيب قال او كره الكلام فيهم او اخذ يعتذر لهم بان هذا الكلام لا يدرى ما هو او من قال انه صنف هذا الكتاب وامثال هذه المعاذير التي لا يقولها الا جاهل او منافع بل تجيب والله ده كلام كلام نجيض عجيب من ائمة السلف الذين ينتسب اليهم هؤلاء الحزبيون كذبا وزورا وتجميلا لصورتهم المشوه قال بل تجيب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليهم زول عرف حاله وما عاون على القيام عليهم عرفت حال المبتدع سيتقطب بسب الصحابة وسب الانبياء وينكر العرش وينكر الاستواء ويقول بعقيدة الجبر وعقيدة الحلول والاتحاد وحدة الوجود وغير من الطوام واي وحدة فين براها بدعة كافية لانه تضل لصيد قطب بل بعضها من الامور الكفرية لكن احنا ما بنقول بكفره خلاص لكن الشاهد من الكلام انت عرفت حاله مش ما رديت عليه ما ساعدت الزولة البرود عليه قال بل تجب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليهم يعني بدلين تتمشي تعاون ديلك مفروض تعاون الناس القاعدين يرد عليهم لانك انت ما بتقدر لانه مرمطوك في المناظرة بين الهواري وبين الهزيري مرمطوك وطلع ليك العلمة والائمة ها الذين هم ائمة الدعوة انهم بيطعنوا في بعض الصحابة ودوا الكتاب قال ليروت قال اعرفه فانت ما بتقدر يا اخ تطعم في ديلي وليه تخلينا لما نجي نرد عليك نحن الآن اخواننا بفضل الله والسلفين بيردوا على الجمهورين وعلى العلمانين الذين طالت كلمتهم مسامع الناس وافسدوا في البلاد والعباد وانت قبل قدت موضوع التعاون لدفع المبتدع الابعد والاكثر شرا طيب نحن شغالين في الاكثر شرا انت ما لك واقف في النص ليه يعني حاسد وللحصل عليك شنو طيب قال فان القيام على هؤلاء من اعظم الواجبات لانهم افسدوا العقول والاديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والامراء وهم يسعون في الارض فسادا ويصدون عن سبيل الله وكلام طويل وماتع وكثير من كلام اهل العلم في عقوبة من اثنى عليهم وسئل الشيخ ابن باس في شرحه لكتاب او لرسالة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فضل الاسلام عن من يثن على اهل البدع هل يعتبر منهم قال نعم لا شك انه هو داعي لهم نصى الله العافي شكرا الشيخ محمد بن هادي المدخل حفظه الله ذكر كلام الشيخ ابن باز لما سئل عن حكم الثنى على اهل البدع مع كلام ابن تيمية وعقب عليه وقال وهو يشير الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري وغيره قال ان الجنود لأجناد مجندة قول الرسول كلام ليس يختلف فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف قال ما تقولون في قول القائل وهو عبد الرحمن ابن ملجم يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لأذكره دوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزان الزول دا قال مدح الزول الكتل علي بن ابي طالب هل قال دا نقول انه مع ابي بكر وعمر كلا والله طيب فنحنا بنسألك هالسداء اثنى على الزول الكتل علي بن ابي طالب رأيك شنو يا مبتدع يا حزبي رأيك شنو هل هو يلحق بهم ولا ما يلحق بهم طيب وايضا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغير من العلماء طيب قال انا ادل للك وجاب يعني كلام ثناء او انه ثناء للعلامة الالباني او على ابن حجر مع انه قبل كان بيقول انا نحن قال نحن ما قعد ان يتحذب وما من اعتبر كلام العالم دليل وربنا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يعني الى القرآن وإلى السن ده نمرة واحد نمرة اثنين لمن الالباني اثنع على ابن حجر السؤال هل ابن حجر مبتدع هل ابن حجر مبتدع فكونه الشيخ الالباني يثنع على ابن حجر المشكلة وين يعني ها فابن حجر رحمه الله غير مبتدع عند علمائنا طيب بعد ذلك من الشبهات البيباء برضو الحزبيين مسألة اه كلام او بيجيبوا كلام لابن القيم وبيبتروا وبيخرجوا من سياقه طيب هنا في المجلد التالت من اه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وطبعا الكتاب ده ابن القيم رحمه الله بيقوم بيجيب اه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومواقفه وغزواته و ما كان من اموره عليه الصلاة والسلام وبطلع منها فوائد يعني الفوائد اللي بيجيب ابن القيم بيجيب من داخل القصة والزول لما يعني يفهم هذا الكلام بيعرف سياق كلام من القيم رحمه الله وديل دائما كلام من القيم بيخرجوه وكلام العلم بيخرجوه من من سياقه طيب قال زكر كلام ابن القيم انه اذا طلبوا امرا قال امرا دي شنو نكرة هو تاني ما قدر يفسر اللي قدامه ويقف لحد هنا لانه ذاته نكرة بعدها قال تاني ابن القيم قال وان منعوا طبعا انه الصحيح منعوا لكن اه مشكلة كبيرة طيب قال ويعني ما ويعني ما يكون فشنو مفسد اكبر وانا حاجي البعدين ليه موضوع مفسد اكبر انه المفاسد الذكراء العلماء في مسألة التعاومة طيب طيب ابن القيم قال قال في فوائد صلح الحديبية قال ومنها ان المشركين واهل البدع والفجور والبغاة والظلمة اذا طلبوا امرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله اجيب اليه واعطوه واعين عليه طبعا هنا بقول لك واعين عليه ايو واعين عليه وان منعوا غيره طبعا منعوا غيره انا ما عارف منعوا منوزاته العلماء يتكلم عن اهل السنة وان منعوا يعني اهل البدع يعني منع اهل السنة اهل البدع لانه دم ابني للمجهول المهم قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك وكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرضي له اجيب الى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب المحبوب مبغوض لله اعظم وهذا من ادق المواضع واصعبها واشقها على النفوس الى اخر كلامه رحمه الله طيب اول حاجة ابن القيم رحمه الله ذكر الفائدة دي ان اخواننا قال اذا طلبوا امرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله وبعد ذلك قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله طيب الفائدة دي اجابه من وين ابن القيم نرجع عليه الشروط الصلح بتاع الحديبية قال فصل وجرى الصلح بين المسلمين واهل مكة على وضع الحرب عشر سنين وان يأمن الناس بعضهم من بعض وان يرجع عنهم عامه ذلك حتى اذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فاقام بها ثلاثا يعني المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا ان لا يدخلها يعني مكة الا بسلاح الراكب والسيوف في القرب دا الموضع الاستفاد منه ابن القيم رحمه الله مسألة اذا طلبوا يعني امرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله اجيبوا عليه اجيبوا الى ذلك واعينوا عليه فالكلام دا استفادوا من القيم من انه من الفايدة دي جابه من وين انه النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترطوا عليه اهل مكة انه يدخل مكة وما معه الا سلاح الراكب يعني ما سلاح المحارب لانه مكة عندها حرمة وانه السيوف اللي بخشوا بيها مكة تكون شنو تكون في الاغماد جو الغم ما تكون مشهور فمن هنا استفاد انه اذا طلبوا اعان على تعظيم حرمة من حرمات الله زيدة انه يعان عليه عشان كده من القيم كلام مضبوط ما في ويشكال قال فيعانون قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم قال ويمنعون مما سوى ذلك فهنا الليلة لو جاء طلب اهل البدع مثلا اقترح اهل البدع ان اخواننا في المناسبات تاني مثلا ما يجيبوا بلح والزعج والمساجد طلبوا كده فده ما فيه ويشكال ما عنده اي علاقة بانك تجيبه وتثني عليه وتخليه يتكلم لما ننصار الصنة يكبره علاقة جنو تجيب محمد حسين يعقوب المرك وخرج بالسيف على الامام وطلع فوق وحرش الناس وقال دمي دون دمكم ونحري دون نحركم وتجي تقدموا لانصار الصنة اين الاستدلال من واين وجه الدلالة من هذا الاستدلال عشان كده ابن القيم قال لا على كفرهم وبغيهم يعني ما على الدين والاعتقادات الباطل حقته وعلى ما فيه نشر لذلك قال ويمنعون مما سوى ذلك ولذلك اخوانا دي شبهة واهية جدا شبهة واهية واين ذلك من انك تجي تجيب لي تجيب اهل الشرك وتجي تكرمهم في المركز العام ودوين من انك تجيب الحركة الشعبية ومبارك اردول في المزاد وجه يقول لك اه يت قلت داير دايرهم عشان عشان ما يطعنوا في الدين وجه يقول لك خلاص نحن آياتك الذكرتة وحاديثك الذكرتة وطلبك انه نحن ما نتكلم في الدين بنرفعوا لي ناسنا في الحرية والتغيير يعني لو ان شاءوا قبلوا بذلك وعظموا الدين ولم يطعنوا فيه وان شاءوا طعنوا في الدين زي ما حصل الآن عشان كده ما فيه مبتدع بينصر الدين أبدا فده كلام ابن القيم رحمه الله بعد ذاك الآية حتى يخوض في حديث غير وانا وهو قبل ذكر كلام للإمام العلام السعدي رحمه الله وبنجرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الفهم الخاطئ من هذا الصبي الغير قال السعدي قال شنو قال المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها يعني قبل نمشي لقدام السعدي ده بيرد على الناس اللي بيمدح أهل المقالات الباطلة من أهل البدع وغيره وده في رد على أن صار السنة هذا ما كلام السعدي قال والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور فإن كان مصلحة كان مأمورا به يعني بعد ما هم يسكتوا وده أقول بعض المفسرين وحنجي نسكر كلام العلماء والجمع بين هذا الكلام طيب فبعض العلماء قالوا يا أخي إنه المبطل إذا تكلم في باطل تقوم وتمش منه لكن بعد ذلك إذا ترك الباطل فإنت يعني بتقعد قال إذا كان في مصلحة ده كلام السعدي ما فكه ساكن قال فإن كان مصلحة كان مأمورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به وفي ذنب الخوض بالباطل حث على البحث والنظر المناظرة إلى آخر آآ كلامه قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته يعني إنت قعدت في مجلس فيه منكر فإن تجنو فإن تمر بعد ذاك هم بيقوا ما بيتكلهم في المنكر هذا ما قاله بعض العلماء طيب نجيب هنا كلام الإمام القرطبي في الجزء الثمانية صفحة أربعمية وطمانتاشر طيب وهو بيرد على من قال من بعض أهل العلم إنه الآية دي إنت بتقعد في المجلس إذا ما كان فيه استهزاء إذا كان فيه استهزاء بتقوم إذا خلوا الاستهزاء وتركوا الاستهزاء بتقعد للمصلح ذي كلام السعدي رحمه الله فهنا الإمام القرطبي برضو بيرد على الكلام دا ذاته قال حتى لو ما كان يعني بخوض في آيات الله برضو ما تقعد معهم قال قال روى شبل عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال هم الذين يستهزئون بكتاب الله نهاه الله أن يجلس معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر قام وده برضو قول لبعض أهل العلم إنه بتقعد معهم لما تنسى لما يقول الباطل لكن إذا تذكرت تقوم ثم قال هم الذين يقولون في القرآن غير غير الحق قال الثانية المسألة الثانية في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية دا برضو قول رد عليه والإمام القرطبي رحمه الله قال وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه أنه قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله قال ابن العربي يعني صاحب الأحكام وصاحب العواصم من القواصم الإمام المالكي المعروف المفسر قال وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تهل أمسك واحد قال ابن خويز منداد من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافر قال ولذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدعي وأن لا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم ده كلام منه ده كلام الإمام يعني ابن خويز منداد نقل الإمام القرطبي وقال بعض أهل البدعي لأبي عمران النخعي اسمع مني كلمة فأعرض عنه وقال ولا نصف كلمة ومثله عن أيوب وقال الفضيل بن عياط من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وروا أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا أسماعهم هنا واحد من علمان الأفاضل الكبار ذكر قول وهنا القرط بذكر قول لكن بأدلة فتسمع كلام منه تسمع كلام منه وإن كان لشيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله توجيه إنه يستدل بالآية دي على على ترك مجالس المنكر وأما ترك مجالسة أهل المنكر وأصحاب المنكر بيقول إنه أدلة أدلة تانية وهي كحديث كعب ابن مالك وغيره من الأدلة طيب برضو بيقول لك إنه ممكن شيوخنا ديل يقعوا في البدع وما تسألوه وأنا أول مرة ألقى لي ذول بيعتذر لذول يعني يأصل للبدع قبل ما يقع فيها أو يساوي نفسه ببعض العلماء قال يلزمكم تبديع ابن حجر والنووي دي برضو من الشبهات ده كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة من إجابات معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة الليفتاء والبحوث العلمية جمعه جمال ابن فريحان الحارث وزاد عليه حواشي وعرضه على الشيخ الفوزان فيبقى كل ما في هذا الكتاب من فتاوى الشيخ ومن تعليقات الشيخ جمال ابن فريحان الحارث هو يعني من منهج الشيخ الفوزان حفظه الله وسائر علماء المسلمين طيب الصفحة 235 نشوف الفريق شنو والجواب على الشبهة دي والفريق شنو بين ابن حجر والنووي وبين كلام هؤلاء الحزبيين وسبحان الله الكلام دي أخواننا كلام تبديع النووي ابن حجر أو تكفيرهم دي كان شبها بجيبوه التكفيرين يقول لكم يلزمكم برضو تكفروا ابن حجر وتكفروا النووي دا الزمان كان بيجيبوه التكفيرين الآن بيجيبوه الحزبيين أنصار رسولنا الصفحة 235 من الطبعة دي هنا ذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ومثل النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهم من الظلم أن يقال عنهم من أهل البدع دا كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنا أعرف أنهما من الأشاعراء لكنهم ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة يعني أول حاجة القصد دا دي حاجة وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية ظنوا شيئين اثنين دا كلام الشيخ الألباني أما ذلك دا بيمشي للمبتدع عديد ويقوم يعمل محاضرة أو ندوة كاملة في قاعة مامون بحيري يأصل لموضوع التعاوم من أهل البدع وده وقع في أمر هو ما يظن أنه الحق وظن أن الإمام الأشعري يقول به ولم يعلم أن الإمام الأشعري تاب عنه دا كلام الألباني ما كلامه قال شنو الألباني قال ظنوا شيئين اثنين الأولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك وهو لا يقول ذلك إلا قديما وده معروف والحمد لله وثانيا توهموه صوابا وليس بصواب قال انتهى من شريط من هو الكافر ومن هو المبتدع فإن قيل لماذا يعتذر عن النووي وابن حجر وما صدر منهما من تاويل ولا يعتذر عن صيد قطب والبنة والمودود وامثالهم من وجهين الأول أن هناك فارقا كبيرا بين الصنفين فإن لدى النووي وابن حجر من الرصيد العلمي ونفع المسلمين ما يغطي ما حصل منهما من خطأ وقد بينه أهل العلم وحذروا منه فالخطر قد زال بهذا التنبيه ها ديل بعرفوا ألا ما بعرفوا ناسك ديل الحزبين ديل شيوخك هل بعرفوا إنه التعاوم مع أهل البدع حرام ألا ما بعرفوا وهم جالسوا كبار أهل العلم لكن ديل ده شغل من الكذب والضلال والباطن نمرة اثنين ابن حجر رحمه الله مات والنووي ولم يوجد من يقيم عليهم الحجة هل شيوخك ديل مالكو زول يقيم عليهم الحجة فده يا أخواننا يدل على أن هؤلاء من أصحاب الأهواء وما ممكن تجد غير اللي هواري ولا عبد الرحمن حامد ولا من ولا غيرهم بالعلامة الإمام بن حجر أو النووي أو غيرهم والعلمة بيّنوا ما في مصنفاتهما من الخطأ واتت يا حزبي ما بترضى شيوخك إنه يبينوا ما في مصنفاتهم من الخطأ برضو من الشبهات هنا بيقول لك ابن تيمية قاتل مع التتار طيب الصفحة 412 من كتاب الاستغاثة في الرد على البكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 412 وذا كله من الكذب ومن الدجل ومن الباطن طيب قالوا وكان هذا وأمثاله يعني زي البكري البرود علي بن تيمية في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم وربما كانوا ما يفعلونه بالأموات أعظم لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر الراجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره بخلاف عباداتهم لله ودعائهم إياه فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق يعني التتر خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم وقال بعض الشعراء يا خايفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر أو قال عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لنهزموا وده في أورد برضو على أنصار صنع بيقول لك نتعاوم من الصوفية مع الصوفية زي ما قال المطر داك قال عشان ندفع الشيعة فهنا قاشنوا قال لو كانوا معكم في القتال لنهزموا كمن هزم من إنهزم من المسلمين يوم أحد فإنه كان قد قضي أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله عز وجل في ذلك قال ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي دا كلم ابن تيمي الذي أمر الله به ورسوله ولما يحصل في ذلك ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا وإن كان كثيرا من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به أداء الشغل الماشغال أنصار صنع وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل عشان تعرف أن المشكلة ذاته معهم ما بسيطة زي ما قال مطر قال مشكلتنا مع الصوفية والأخوان المسلمين بسيطة بنقعد في الواطب نحلة ذول بيقول أنا الله مشكلتك معاه بسيطة ذول بيقول أنه بيصرف في الكون ذول بيقول أنه بدي الولد وبعلم الغيب ذول بيقول أنه يعني بنزل الأمطار ذول بيقول أنه بجر الشمس وبيخلق مع الله مشكلتك معاه بسيطة يا حزبي طيب قال فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ورؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث وفي لغض أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا لما صح من تحقيق توحيده وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك فإن الله ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد فذي شو بها بتاعة حزبين قال ابن تيمية تعاون مع الصوفية في مقاتلة التتار فده كله كذب وباطل من هؤلاء الحزبين طيب في مسألة مهمة أنا بس ما دار أطول في مسألة المفاسد المترتبة على التعاون مع أهل البدع طيب أنا بنقوله من كلام العلماء نشوف كلام الإمام الشوكاني رحمه الله وأنا قبل نسيت أنقل كلام الشوكاني في مسألة حتى يخوضوا في حديث غيره ودي ذات مناسبة سمحا ننقوله قال وفي هذه الآية موعظة عظيمة دي نضيف قبيل لكلام الإمام القرطلي وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة مبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير يسير أقل الأحوال قال ما تجلس معهم قال وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر يعني غير أنك تسمع المنكر دي مفسدة كذلك الناس اغتروا بيك دي مفسدة وده برضو ذكر العثيمين وده فيها الرد على الولد الجاب قال ابن القيم قال إذا ما حصلت مفسدة أعظم هذه مفسدة أعظم قالوا لك العلماء بتسمع كلام العلماء ولا يتلبط غيما المصالح والمفاسد يا أميني حزبي ما تامي ذاته حزبي المهم قال وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة دكال الإمام الشوكاني ما لا يأتي عليه الحصر وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات كلام أوضح من الشمس في رابعة النهر قال فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين إلى آخر كلامه دي مسألة طيب برضو من المفاسد ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في المجلد 15 من الفتاوى الصفحة 286 ده كلام أهل العلم تجد قطع ساكت أدي جماعات تقدروا تمشوا منا وين يا حزبيين 286 قال ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته بل فيها مصالح فيها مصالح هجروا فيه مصالح عرفتك؟ قال ولو لم يذم ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة زي ما بيجيبوا الجماعة ديل أنصار الصنة يجيبوا يثنوا على الأنصار ويجيبوا الصوفية يكرموهم ويمشوا يأكلوا معاهم إلى آخر قال قال لاغتر به الناس ودي برضو فايدة ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه دي مفسد رغم اثنين في ناس يقوموا يعملوا البدعة حقة زات ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي يعني المفسد التالت هزاته هزاته بيزداد في الفجور وفي المعاصي لأنه بيحسب إنه الهو عليه خير رفتا وده خلاف فعل السلف رحمه الله برضو من المفاسد الكلام الذكر الشيخ الفوزان في الأجوبة المفيدة صفحة رقم خمسة وخمسين ده كلام علمان وده الكلام نقل الشيخ جمال بن فريحان الحارثي في كتاب الأجوبة المفيدة وقروا عليه الشيخ الفوزان طيب هنا قال مما يدل على مفسدة الثناء على أهل البدع قال روى هذه الحادثة الإمام الذهبي وغيره قال قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه عند ذكر القاضي أبي بكر الباقلاني لقد أخبرني أبو ذر الهروي وكان يميل إلى مذهبه الأشعري فسألته من أين لك هذا يعني من أين جبت المذهب الأشعري قال كنت ماشيا مع بالحسن الدار قطني فلقينا القاضي أبو بكر ابن الطيب الأشعري فالتزمه الدار قطني وقبل وجهه وبين عينيه أو قبل وجهه عينيه فلما افترقا قلت يعني للدار قطني من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين القاضي أبو بكر ابن الطيب فمن ذلك الوقت تكررت إليه فاقتديت بمذهبه ذكرها الذهب في تذكرة الحفاظ والسير ثم علق عليها الشيخ جمال وطبعا قلنا قبل أنه الشيخ الفوزان قرأ هذه التعليقات قال في هذه القصة ترى أن الدار قطني لما فعل هذا بالباقلان الأشعري وأثنى عليه بأنه إمام المسلمين إلى آخر اغتر بذلك من رآه واعتنق مذهب الأشاعرة بسببه وهكذا كل من أثنى على أهل البدع والأهواء فإنه سيوقع خلقا كثيرا في مذهبهم خاصة إذا كان ممن يرى فيه الصلاة أنصار الصنة مشوا قاعدوا مع الصوفية والأخوان المسلمين من أجل محاربة الشيعة ومشوا لابتع الكباش الشيخ قال بيقول للشيخ يكون فيكون اغتر بيو ناس كتر جاء أسوأ من كده جاء من شيوخ أنصار الصنة يعني الهواري وفشل في مناظرته للمبتدع الصوفي وصار هذا فتنة لكثير من الناس كثير من الناس يكبت فيهم شبه وشبه بتاعت الصوفي لزيرك ده شبه في الاعتقاد لو أقمت على الإنسان الحجة وقطعت شبهته وأصر على ذلك قد يكفر مش يبقى مبتدع لما تورط وليس لديه علم ورط معه كثير من خلق الله سبحانه وتعالى طيب من المفاسب من المفاسب اللي لمسنا به الدين من المفاسب اللي لمسنا به الدين بسبب مخالطة أهل البدع إنه كثير من شباب الحزبيين ضاعوا ومنهم من صار تكفيريا بل هو وزوجته ونحن بنعرف وحدين زمان وكد كنا معاهم في أنصار الصنة ربنا قبل ما يمون علينا بأن نترك هذه الجماعة الحزبية زمان كان الزلد بيعلمنا ويدربنا في الأركان ويرد على الأخوان المسلمين ويرد على العلمانين وغيرهم مشى اتزوج له وحدة وعند الفكر السروري الخارجي ورطته في نفس هذا الفكر الباطل الضال وكثير من شبابهم اتورط ودخل مع هؤلاء واحد اسمه مين شجرة كان بيقرأ في جامعة الخرطوم مدنية برضو بيقرأ نصور مع سلمان العودة وعبد الحي يوسف وده كان مسؤول في تنظيم أنصار الصنة لإصلاح في الجامعة ونحن بنعرفه طيب اتنين ورطهم إنهم يدافعوا عن سيد قطب زي ما دافع نائب رئيس أنصار الصنة محمد الأمين إسماعيل دافع عن كتابه الضلال الذي يعني لما قرأ من كتابه لبعض أهل العلم يعني ذكر إنه يجب تمزيق هذا الكتاب لأنه فيه سب الأنبياء وطعن فيهم وكذلك بيقو يدافعوا عن المجرمين والسرورية زي محمد حسين يعقوب ومحمد حسان اللي هو خارج به وسراته ذاته قال خرجت أنا وأمي فلان مرته ذاته برقا معاه كلام ذاته عجيب عرفته؟ واجابوا ياسر برهامي واجابوا غيره من التكفيرين والمبتدع وده كمان المجالسة لأهل البدع خلت الناس ديلي يتنازلوا حتى من أمور يعني كان هي ثوابت أو بيدعوا إن عندهم ثوابت؟ يعني هل تتخيل إنه نائب رئيس جماعة انصار السنة المحمدية جابه في القناة الحزبية حق الطيبة وهي ابتعد كيزان طلعت رفتها؟ بيقوم يقول تجوز المسلسلات إذا حذفوا منها المشاهد الشينا ما أقول يا ناس دي جماعتكم بسبب مشيكم مع أهل البدع والضلال اتأثرتوا بيهم تفتوا بإنه تجوز مشاهدة المسلسلات يا ناس ما تتقوا الله ما بتخجلوا عليك الله والله ده كلام ذاته في غاية السفح من هؤلاء الحزبين اتبنوا ناس حذروا منهم العلم عادي زي الحلبي وزي في السودان هنا ده مختار البدري ده كتاب الشيخ العلام النجمي رد عليه سماوا ضحض ضعض سبهات البدري المفتري تأليف العلامة النجمي شوف هنا ذكر شوف الزول ده خبيف كيف وده الليلة مشا قاعد مع التكفرين السرورية اللي استقبلوا محمد السروري بالنايف زينا العبدين زي محمد عبد الكريم وغيره ومشا قاعد مع الصوفية بتاع الكباش وقاعد مع الطيب الجد ومع غيره شوف الضلال ده كيف ومع عبد الحي يوسف وغيره طيب أول حاجة ده بيطعم في العلم وبيطعم في أئمة الإسلام اتكلم عن الشيخ ابن باز قال أنا عندي الشيخ ابن باز ضيع علمه بمتابعة الأمراء حرم الأمة يعني حرم الأمة من علمه وقال مؤلفاته ضعيفة جدا وبسيطة أي طالب علم ممكن يؤلفه ده مختار البدن بيتكلم عن ابن باز ورد عليه والشيخ النجمي ده كلام الشيخ النجمي رحمه الله وهو إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة أثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله من ضمن مجموعة من علماء المدينة ده بيطعم في شيخ ابن باز يا انصار السنة الآن بيجيبوا في قناتهم الآن مختار البدن قال شنو؟ قال مؤلفاته ضعيفة يا رب الودة بيتكلم عن منه هل بيتكلم عننا نحن عشان تعرف منه اللي بيطعم في العلماء ذات ده بيتكلم في الشيخ الإمام العلامة بن باز طيب قال مؤلفاته ضعيفة جدا وده مش قاعد مع ولاد انصار السنة السغار بس قاعد مع رؤوسهم كله ناس خالد عبداللطيف والهواري ومين معرف والعدسي والمين قاعدوا هنا في اللاماب وقالوا المشاكل البيناتنا دي مشاكل يعني يجب أن نتوحد في مواجهة شنو ما بعرف المهم قال مؤلفاته ضعيفة جدا وبسيطة ده الشيخ ابن باز اي طالب علم ممكن يؤلفه لأن الشيخ فاض يعني الشيخ ما مشغول يعني الله يده كلام عجيب قال ثم ثم سأل الله يعني سأل الله أن يبعد الشيخ عن تولي رأسة البحوث العلمي والإفتة يعني قال يا الله يبعد الشيخ ابن باز من رأسة العلوم والإفتة قام قال نرجو له أمرا عظيما جامعا سوى له نونية قال بعدا عن العرفاء والسلطان إنه قال الشيخ ابن باز يبعد من العرفاء والسلطان وده يا أخواننا كلام كلام عجيب يا أخوان تقدح في عالم من علماء أهل السنة والجماعة وقبل الإمام الصابوني رحمه الله قال لك علامة أهل البدع وغيره من السلف علامة أهل البدع شنو؟ الوقيعة في أهل الأثر وإذا رأيت الرجل يحب علماء السنة فهذا من علامات أهل السنة وعلق على قال بشرح النونية الودع من الفوق يعني عنده تعليقات قال قال ابن باز ما له جهود علمية في الدعوة السلفية وشوية الرسائل دي أنا لو قفلت نفسي في غرفة ممكن أؤلفه يعني قال لشوية الرسائل العمل ابن باز لو قعدت في غرفة أنا قال يعني بألفه شيخ ابن باز رحمه الله إمام عالم ومؤلفاته وإن كان فيها شيء من التبسيط والاختصار إلا إنه بتلقى فيها زبدة ما في المسألة من كلام ومن خلاصة ومن حكم شيخ ابن باز رحمه الله شكرا بتلقى تعليقاته على صحيح البخاري على فتح الباري وتعليقاته على فتح المجيد والطحاوية بتلقاه زبدة في النهاية إنت ما بتستغنى عن شروحات الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح كتب العلم جميعها في الفقه وفي العقائد وفي الحديث وفي غيره عرفتها وما المقصود أن الزول يبرز عضلاته لكن ما هو العلم ويكون العالم مرجع ترجع إليه الأمة عند الاختلاف والإشكالات ويوجد عنده من العلم ما لا يوجد عنده غيره وكيف كان أثر دعوة الشيخ العلامة الإمام بن باز رحمه الله مش على السعودية بس في السعودية كثير من العلماء اللي هو بقول بيرى إنهم وهم صحيح إنه علماء ألفوا كذا مثلا زي شيخ ابن عزيمين رحمه الله من تلاميذ زي شيخ ابن باز وكثير من العلماء ده من آثار لا تعني سوي للأمة جنوه لكن انت ما من الأمة اللي بتقعد عشان تقرأ يا مختار البدري يا كذاب يا مفتري يا مرجي زون مرجي عرفتها؟ طيب عرفتها؟ وفتاة ونور على الدرب وغير من يعني المؤلفات العظيمة والأثر العظيم الشيخ ابن باز أثره ما على السعودية زي ما قلنا أثره على أفريقيا أثره على آسيا أثره على أوروبا على غير من بلاد العالم والأمة الإسلامية يعني يقيف معهم في الإعانات المادية ويقيف مع الناس بإجاهه فضلا عن فتاواه فضلا عن علمه وفضلا عن تدريسه وهو بالمناسبة من المؤسسين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من المؤسسين الشيخ ابن باز رحمه الله وهو أول رئيس للجامعة الإسلامية أنت مختار بدري نتيجتك شنو قعدت مع ابتال الكباشي وحتى لما نقعد مع ناس الكباشي جادعين وراء التكفرين قائمين بالوضع هم قالوا دانين ينصروا الشريعة طبعا دانين ينصروا الكيزانهم مش الشريعة لكن حتى في باطنهم دا دا جادعين وراء المختار البدري قاعدت إنه جنب المكيف زي الضب رفته وديلك قائمين بالموضوع كله وإنت تطعم في الشيخ ابن باز يخمت خاف الله وتتقي الله سبحانه وتعالى طيب برضو قال قال في في بيتكلم عن كتاب الوصول التلاتة في شرح النونية صفحة السبعة عشر قال فنحن عبنا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآتي يا زول مختار البدري البمشي مع التكفرين والصوفية البناد غير الله بتعيب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة انت بتعيب زي ما قال الشاعر وقالوا هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده قال 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 مما 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 عابوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال قوله في الأصل الثالث معرفة نبيكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر الثلاث وستون سنة ثم ذكر أنواع من المعارف ما أوجبها الله ولا رسوله ذكر مختار البدري على أحد من البشر فأين الدليل فإجاب هذه التفاصيل باطل لا ريب والله أيت كلامك الباطل يا مختار البدري ده استند الوصول الثلاثة والله أول ما تقرأ وتتعلم من الدعوة السلفية كتاب الوصول الثلاثة مبني على حديث مبني على حديث ده الآن بصدروا أنصار الصنة قالوا يرد لهم على العلمانين ويرد لهم على الجمهورين وعلى غيرهم ده ما عارف أنه الوصول الثلاثة مبني على حديث البراء ابن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره ويجزى منه في البخاري ومسلم وغيرهما حديث يسأل الإنسان في قبري عن ثلاث ما عارف قال بعيب على الشيخ تعيب شنو انت انت عيب على روحك انك مشيت مع الصوفية وقعدت معهم عيب على الصوفية أول زول يألف في نقضي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يؤلف بل ويذهب ويجلس ويآنس ويآكل أهل الشرك والضلال من الصوفية دعاته وناس ود بدر وغيرهم من السحرة والمجرمين وكلام كتير رفت برضو من كلامه الباطل قال يبقى معناها بتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه جاب له بدعة قال عنده شريط اسمه قضايا منهجية قال يبقى معناها ان احنا ممكن نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتى ببدعة ما يجيبون ما يجيبون ما يجيبون واحد يقول كيف تقولون الكلام ده اي اي نقول الكلام لو دائر دليل ندك لو دائر كلام هل العلم ندك والله طب استنفع ودوك السورة دي بس فرشة نجيب اليكو كلام فارق ساكت ياخد عالم يا اخي دا عنده علاقة بالعلم دا تجيبو انت يا انصار السنة وكلام باطل كتير وطعني فيه آل سعود وطعني فيه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وطعونات في الصحابة وطعني في ابن جرير السلفي الطبري رحمه الله وطعني فيه الشيخ الفوزان وغيره من الكلام الباطل داب صدروا انصار السنة رأيكم شنو يا انصار السنة في مثل هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي ضال المسلمين وان يعلم الشباب ان هؤلاء الحزبيين على ضلال وعلى باطل وانهم مخالفون لمنهج اهل السنة والجماعة ونحن نوصي اخواننا الشباب ان يمضوا قدما في الدعوة والله الحزبيين غير انه يعني يقيفوا حيط سط بين الدعوة وبين وصولها الى الناس ما ممكن يقدموا حاجة اذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اشتركوا في القناة